أعزائي المشاهدين لنتحدث في هذه الحلقة من حلقات سلسلة أحاديثنا أعلام العراق عن سيدة فاضلة كثيرة البر أشاد بمآثرها مؤرخو عصرها سيدة اخترناها لأنها الوحيدة التي لها أثر شاخص في بغداد اليوم أين هي أثر؟ هناك كثير من النساء الخلفاء قمنا بأعمال خيرية كبيرة ولكن هنا لم يتركن أثرا شاخصا إلى يومنا هذا إلا هذه السيدة التي اخترنا أن نتحدث عنها تركت شيئا مهما أصبح رمزا من رموز العمارة الإسلامية في بغداد حتى يومنا هذا تلك هي السيدة زمرت خاتون زوجة الخليفة المستضيء وأم الخليفة الناصر لدين الله العباسي زمرت خاتون هذه كانت في أصلها جارية جاء بها إلى دار الخلافة ويعني تزوجها حظيت عند الخليفة المستضيء ثم تزوجها وسرعان ما ظهرت مواهبها وظهرت برزت أخلاقها في مجالات متعددة في دار الخلافة أبرزها أعمال البر هذه السيدة لا ندري ما هي مصادر ثقافتها جاء بها جارية فإذا بها تبدو مثقفة تشجع العلم والعلماء في وقت مبكر من وجودها في دار الخلافة يعني أوتيت مواهب علمية رعاية العلماء تأسيس المدارس تأسيس المساجد مما سنذكره بعد قليل ولا ندري ما هي الأرضية الثقافية التي استندت إليها في كل هذه الأعمال كان يمكن أن تعيش كجارية ويمضي الأمرها إلى أن تتوفى فتنسى ولا يذكرها أحد لكن هذه السيدة تركت من الآثار ما جعل المؤرخين يلهجون بالثناء عليها لم تكن سيدة اعتيادية بكل حال كانت سيدة استثنائية تماما وشاء الله أن يبقى لهذه السيدة الاستثنائية أثرا استثنائيا تحدى القرون ليبقى حتى اليوم يذكر بها وسنأتي إليه بعد لحظات زمرت خاتون قامت بأعمال كبيرة يعني منها مثلا أنها أنشأت مدرسة جليلة كما وصفت عرفت بمدرسة الأصحاب أو نسبت إليها وقيل لها مدرسة السيدة زمرت خاتون هذه المدرسة كانت بمستوى عالي يعني كانت تضم جناحا داخليا لإقامة الطلبة وجناحا لإقامة المدرسين وأواوين وغير ذلك مدرسة كبيرة أنشأتها في مكان قريب من ضريح الشيخ معروف الكرخي قريبا نوعا من المكان الذي أنشأ فيه فيما بعد سور بغداد الغربية واختارت للتدريس في هذه المدرسة خيرت علماء بغداد وكانت تختارهم بنفسها من أين لها أيضا هذه القدرة على التمييز بين العلماء وبين طريقة إلقائهم وفي صلاحهم لهذا المنصب الرفيع منصب التدريسي أيضا هذا شيء يلفت النظر ويلقي ربما ضوءا على ثقافة هذه السيدة وعلى مبلغ حبها للعلم كانت تختار العلماء بنفسها وحينما يتوفى عالم تختار عالم آخر ليتولى مكانه وكانت تشرف على شؤونها بنفسها يعني حتى يبدو في قبول الطلب وغير ذلك والموظفين وغير ذلك كانت هي تشرف على ذلك ووقفت عليها الوقفية الضخمة ووقفيات كبيرة لتخصص هذه الوقفيات كانت تخصص موارد عدد كبير من المنشآت التي أنشأتها أو التي اشترتها من العقار والبساتين وغير ذلك كسائر الوقفيات للإنفاق على هذه المدرسة وغيرها من المنشآت التي أنشأتها هذه المدرسة كانت متينة البناء عظيمة الشأن لأننا وجدناها تستمر يعني كم من الاحتلالات والاعتداءات التي مرت بها بغداد بدءا من الاحتلال المغولي والجلائري والتيبوري وغير ذلك ومع ذلك كله ظلت هذه المدرسة مدرسة السيدة زمرد تتحدى كل هذه التحديات كل هذه الاحتلالات وأعمال العدواني والهدمي والتخريب ظلت صامدة ربما تمتعت بشيء يعني أفادها وهي أنها كانت بعيدة عن قلب بغداد في ضواحيها قرب مقبرة الشيخ معروف الكرخي فلبثت تدريس قائما فيها جيلا بعد جيل وكان العلماء يدرسون فيها لا تنقطع محاضراتهم عنها والطلب يقصدونها وحتى وبغداد تعيش في أسوأ ظروفها هي ربما كانت المدرسة الوحيدة التي طال عمرها حتى هذا الوقت حتى المستنصرية يعني في القرن العاشر الهجري أو السادس عشر البلاد توقف التدريس فيها لكن مدرسة السيدة زمرد استمرت تؤدي مهامها على أتم وجه ولم تتوقف إلا حينما نقضت تماما طابوقة طابوقة ليبنى بها سور بغداد الغربية كانت بغداد قد تعرضت في عام 1801-1802 إلى أخطار هجومات يعني أصبحت تهدد الحياة فيها الحياة الأمنية فيها فقرر والي بغداد سليمان طاش الكبير أن يبني سورا هو الأول من نوعه يعني يلف حول محلات الجانب الغربي محلات الكرخ لم يكن ثمة سور منذ أن أسست بغداد سور يحمي جانب الغربي الجانب الشرقي نعم كان مسورا لكن الجانب الغربي لا فقرر هذا الوالي أن يبني سورا يحمي به محلات الجانب الغربي بدءا من محلة الجعيفر نزولا إلى محلة الكريمات هذا سور ومرورا بمقبرة الشيخ معروف الكرخي أو من مكان قريب من مقبرة الشيخ معروف الكرخي كان هذا عملا حميدا في حد ذاته لأنه منع التعديات عن مدينة بغداد ولكنه أودى بأهم مدرسة من مدارس بغداد وهي مدرسة السيدة زمرد لأن هذا الوالي وجد في هذا المبنى الكبير مبنى المدرسة ما يمكن أن ينقض هذا المبنى ويستفيد من قطع الطابوق الآجر في بناء السور فأودى السور بالمدرسة ونقضت تماما وبني بأجرها هذا السور وبالتالي انتهت تدريس فيها عام 1801 يعني بهذا التقدير وتوقفت يعني جلبة الطلبة ومحاضرات المحاضرين ولم يسمعوا في تلك الناحية ربما إلا صوت حفاري القبور الذين كانوا يحفرون قبور المدفونين أو الذين يحملون للدفن في مقبرة الشيخ معروف وربما أقدام الزائرين لأتلك المقبرة كانت هذه واحدة من المآثر الكبرى التي خدمت العلم والثقافة في بغداد قرون طويلة أطول مدرسة عمرا في تاريخ بغداد أنشأتها هذه السيدة الصالحة أم الناصر زمروت خاتون وأيضا من أعمالها لم تكتفي بذلك فحسب أنها أنشأت مسجدا جامعا ظل موجودا إلى يومنا هذا وهو جامع الحضائر الذي عرف في القرون المتأخرة بجامع الصاغة أو جامع الخفافين هذا الجامع أنشأته السيدة زمروت خاتون في موقع مهم على شاطئ دجلة وتميز هذا الجامع بمئذنته التي لا تزال هي نفسها هي نفس المأذنة التي أنشأت مع إنشاء الجامع وتتميز بقطع من القاشاني يعني من الآجر المزجج كما يسمى في قمتها وتلك النموذج مبكر لدخول هذه المادة الجمالية في قباب المآذن في بغداد في ذلك العصر وكان للجامع صف أو صفين من كان ثبت قباب منخفضة تميز الجوامع والمساجد العباسية في ذلك العصر وما تتزال هذه موجودة لحد اليوم وألحقت به خزانة كتب كعادة المنشئين والواقفين في ذلك العصر لم تكن العبادة بعيدة عن العلم وكانت الربط دائما الربط هي التكاية التي يعتكف بها أهل العبادة والعلم لم تكن هذه التكاية كما يتصور كثيرون أنها مجرد أماكن يعني يقيم فيها العجزة ويقيم فيها الكسالة والذين يعني يقضون وقتهم في شؤون التأمل والعبادة دون أن يشاركوا في أعمال نافعة بالعكس كانت التكاية هذه خلافا للصورة التي يعني سادت في القرون المتأخرة دور علم في الحقيقة أكثر هذه الربط كان فيها أو التكاية كما سمعت فيما بعد كانت فيها خزائن كتب وكان العلماء يقفون عليها مؤلفاتهم وكتبهم وكتب أخرى أنشأت هذه السيدة إذن يعني فضلا عن هذا الجامع ربطا وأماكن أخرى أما هذا الجامع فأنشأته هذا شيء يعني خطر في البال الآن أنشأته في مكان تباع فيه الأشواك لغرض الوقود فسمي الجامع في حينها بجامع الحضائر والحضائر هي يعني الأسكلات التي توضع فيها الأشواك بغية بيعها أعدادها للبيع لمن يرغب فيها لاتخاذها وقودا وفي أعلى هذا الجامع بقليل أنشأ المستنصر الخليفة بالله الخليفة المستنصر بالله مدرسته الشهيرة المدرسة المستنصرية فأصبح هذا الشاطئ من بغداد حافلا بالمنشآت المهمة المدرسة المستنصرية وفي جنوبه جامع الحضائر وفي الجنوب منه تبدأ دار الخلافة العباسية إلى أن تصل إلى منطقة المربعة وهو جنوب المربعة وتحف هذه المنشآت بنهر دجلة وهو مكان يعني أماكن كانت تعتبر أماكن جميلة لغرض أن يجد الطلبة ويجد المتعبدون مكانا يعني نزها يمكن أن يؤدوا فيه مهامهم العلمية والعبادية في آن واحد زمرت خاتون مع ذلك قامت بإنشاء عدد كبير من المنشآت الأخرى ولكن المؤرخون لم يذكروا لنا أسماء تلك المنشآت فقط يقولوا أنشأت العديد من المساجد والمدارس والربط لا يذكرون أسماءها وأين كانت تقع ولكننا لا نستطيع أن نتصور أن هذه السيدة شغلت رغب أنها يعني ضلت حية نحو يعني من 24 سنة في خلافة شغلت 24 سنة من خلافة الناصر ابنها كانت مشغولة طيلة هذا الوقت بإنشاء المنشآت الخيرية من المساجد ومدارس لكننا يمكن أن نستشهد ببعض أقوال المؤرخين الذين أثنوا عليها أثناء الجميل فمثلا المؤرخ ابن الساعي وهو أقرب المؤرخين إلى دار الخلافة وهو بغدادي كان وثيق الصلة وحسن الإطلاع كما يقال اليوم على شؤون دار الخلافة وصف هذه السيدة المحسنة فقال كانت كثيرة المعروف مؤرخ آخر هو من أربيل سنبط بن قنيت الأربيلي قال أنها كانت من أرغب النساء في فعل الخير وأكثرهن له فعلا ولها بر وأفضال فضلت به أمثالها في الصداقات الجارية يعني بزت غيرها في هذه الصداقات وعمارة المساجد والمشاهد والأربطة والمدارس وغير ذلك مما لا خفاء فيه عن نظر المتأمل مع الأسف أن خفيت عن علينا الآن لا نعرف أين كان نعم المتأملون في عصرها كانوا يعرفون ما قامت به هذه السيدة ولحن لا نعرف إلا ما ذكرناه من مدارس وربط ومساجد ولكن واضح من هذا النص أن لها أعمال خيرية كثيرة يعني 24 سنة ليست يعني ربع قرن هي في أعمال بناء وتعمير ووقف وغير ذلك مما أفاد الحياة العلمية والثقافية وشجع الطلبة على الإقامة في تلك المدارس لأن جميع هذه المدارس كانت فيها أقسام داخلية ولها موارد تكفي للإنفاق على أولئك الطلبة وعلى مدرسيهم أيضا التاريخ لا يذكر كل شيء يذكر ما يسجله المؤرخون وما لم يسجلونه ما لا يسجلونه يذهب مع الأسف ولكن الإشارات القليلة التي ذكرها المؤرخون عنها تشير إلى عظم ما فعلت يذكر أحد المؤرخين يقول وزمرة خاتون المعظمة أم أمير المؤمنين الناصر لدين الله عاشت في خلافة ابنها يعني الناصر 24 سنة وحجت وأوقفت المدارس والربط والجوامع ولها وقف كبير كثير وأنفقت في الحج نحو من 300 ألف دينار يعني هذه وطبعا من أعمالها الخيرية كانت تنفق على فقراء الحرمين الشريفين وقفت أوقافا جمى للإنفاق على يعني الناس في الحجاز في الحرمين الشريفين لا سيما طلبت العلم والمجاورين هناك يعني لم تنحصر حسناتها في العراق وحده أو في بغداد وإنما شملت أقطارا أخرى وبالتالي حينما توفيت كانت وفاتها يعني يوما مؤلما على أهل بغداد وسببا في حزنهم الشديد كانت صدقاتها تصل إلى كثير من البيوت ودودا يعلم يعني صدقة سر لم يكن يعلم بها أحد إلا هم الذين كانوا يتمتعون بتلك الحسنات والصدقات فلما توفيت كانت وفاتها حزنا لدى البغداديين وبلغ من حزن ابنها الخليفة الناصر أنه شيعها بنفسه إلى مثواها الأخير وكانت قد يعني أعدت مدفنا لها هو القبر الذي لا زال البغداديون يرونه في الجانب الغربي في بغداد والذي ينسب خطأا إلى السيدة زبيدة زوج هارون الرشيد فقبر السيد زبيدة هو ليس إلا قبر السيدة زمرد قاتون دفنت في هذا القبر الجميل الضريح الجميل ذي القبة المخروطية الجميلة الطراز والبناء يعني المضلع الذي يمكن أن يتذكره الآن كل من زار بغداد ربما وذهب إلى مقبرة الشيخ معروف أو ذهب إلى محطة القطار المجاورة لهذه المقبرة هذا الأثر يعد تحت من تحف العمارة الإسلامية بتصميمه وزخارفه وإحكام بنائه بحيث ظل موجودا إلى الآن مزارا للسياح ولسائر الناس رحم الله السيدة زمرد قاتون السيدة المحسنة التي استطاعت أن توظف كل إمكاناتها في مجالات الخير والعمارة والعلم والثقافة والتي ظل البغداديون يترحمون عليها كلما مروا بقبرها حتى وإن نسب إلى غيرها فيما بعد إلى السيدة المعظمة الجليلة زبيدة التي توفيت قبلها بقرون كانوا يقرؤون الفاتحة ولعلها كانت تصل إن شاء الله إلى روحها وهم يزورون هذا الضريح وإن جهلوا بالضبط صاحبته أعزاء المشاهدين إلى حديث آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة